طيب في حدا حاب بعيد لصوتا الفرق بين الكونفيرجر والاكوميدياتور في حدا حاب يحكي يحكي لنا شو الفرق قبل ما احكي انا عاد احكي دكتور اه طبعا هلا الكونفيرجر هو بحتاج لمعلومات اكتر بس انه في مجال يخضياته مع الصيد دلاني ويفهم وفي مجال انه هو بحب يبحث لحاله ويتعلم يعني من مصادر خارجية غير الصيد دلاني بس في مجال كمان انه يتعامل مع الصيد دلاني وياخد منه معلومات ويستمع له تمام هايك متى المفاهمة ولا اخر اه صحيح بس يعني كيف في مجال يعني يعني ممكن يصدق يرجع ويحكي معه ويقف فيه باك اه ممكن اما الاكوميدياتور اه هو يعني ما في وقت معه يسمع الصيد دلاني او هو بيكون مثلا بنفس مستوى الصيد دلاني ممكن يكون صيد دلاني او طبيب فهو بيكون عنده المعلومة او حتى ما بيكون عنده المعلومة بس انه ما عنده مجال انه يسمع للصيد دلاني انه بيكون من النوع العنين هادول شو مشكلتهم حكينا عنهم الاكوميدياتور الاكوميدياتور انه ما بيسمع هو يعني اه حتى لو يعني ما عنده المعلومة بيبحث لحاله بس ما عنده مجال انه يسمع هادول شو خطورتهم حكينا عنهم يعني اللي ما حكينا لكم شو خطورتهم هادول انا عنك اتفهمت انا ما رأس لا اللي فهميته صح مش غضب بس شو خطورت انه الاكوميدياتور ليش احنا بدناش نخل المريض تحول لاكوميدياتور انه ممكن هو لو فهم من عنده يمكن افهم شي خطأ يعني حتى لو بحث هو لحظة. انه ممكن يبحث او يستخدم شي خطأ. بالزبط لانه. انه بنستخدم حاله. انه حزب لانه هون كما حكينا هو ما بيسمع للفارمسسته هو فممكن هو يتعلم من حاله اشياء خطأ. تمام? فهون هو يكون اخطأ بعدم استماعه للصيدلاني كمريض. ليش المريض ليش الصيدلاني بتحمل مسؤولية? لانه هو وصل المريض انه يكون الاكوميدياتور. لانه هو ما قدر يعطيه في معلوماتي. تمام? نعم. مين بيعطيني مثال على الاكوميدياتور? اعطانكم مثال عليها ولا لا? عطيتنا الصيادة ليه ولا طباء? ممكن يكون وغير هيك. ممكن ومريض انه ما عنده وقت انه يسمع للصيدلاني. يعني على الانهيلر متى بتحول المريض? لا اكوميدياتور متى بتحول متى بيكون كونفيرجر? يعني لو اعطيتكم سيناريو متى بيكون يعني لو حكيت انه المريض اه مثلا اخذ الانهيلر سمع الصيدلاني اخذ الانهيلر روح تدور معلومات على الانهيلر. ولقاها. تمام? ام. وما رجع على الصيدلاني بالمرضة. هادك من بيرجر ولا اكوميدياتور? لا اكوميدياتور ها. صح? لانه ما اعطى فيدباكين. طيب شو رايك سوصن? دكتور حسب ما فهمت انه اكوميدياتور لانه ازا يعني ازا جمع المعلومات ورجع يتأكد من الصيدلي انه بيكون اه كليكتر وازا ما ازا اخذ الانه راح يكون اكوميدياتور. في شغلة في شغلة. اه تفضلي. هو سمع للصيدلاني شو حكا ولا يعني من البداية ولا لحا لو اخذ الانه راح الاول. بالضبط. هذا اللي بيحدد يعني انا حكيت حاولت احكي بوصف بحيث بحيث اكوميدياتور بس في نقطة انا ما حكيت اثناء عملي تخديم اذا بيكون في شوية بيكون هذا على الاغلب وبدو دور على معلومات. تمام? ما شبيت ادور على معلومات بس قاعد باسم على الصيدلاني. بس ليش لانه ما فيه اكتف لسنينج ما فيه فيدباك. تمام? ما فيه كثير ما فيه كثير اكتف لسنينج. ما فيه كثير اكتف لسنينج. لكنه فعليا يعني بيشوف ايش الفاربسيز قاعد بيعمل بقول لك مش 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 راح اركز معك كثير لانه راح اروح ادور هذا هذا الجهاز كيف بيشتغل تمام? الفرق بينه بين الاكوميدياتور. الاكوميدياتور والنطلسن. يعني بيحاول يختصر على الصيدلاني. بيحاول يقاطع يقول له انا مش فاضي انا. اقول لك انا بروح بدور عليها لحالي. تمام? هذاك لا ممكن يسمع لك اثناء الكومينيكيشن. بس بقول لك انا بدور على المعلومات. يعني مش كثير مهتم بيكون. لكن الاكوميدياتور هذا لكن الاكوميدياتور ممكن بدايما يسمع لك. حكينا ممكن يكونوا هذول وممكن يكون المريض نفسه ما بدو يسمى. لك انا انا بعرف اشتغل على الجهاز شو يعني السيدة لاني. بروح بفتح الليفلت واشوف كل اشو موجود بالدواء. حكينا هذول خطورتهم الاكوميدياتور ايش? انهم هذول بيفرقوا عن هم ما بدو يسمعوه. يعني هو من البداي بوخ الدواء. بقول لك انا بروح بشوف ايش المضار الجانبية. باستخدموه. فيش داعي للصيدة لاني يعني شو شو الاضافة اللي بديعطينيها الصيدة لاني. تمام? بينما ممكن يخلي الصيدة لاني يحكي بقول لك مش مشكلة ده ما فهمتش عليه كثير بروح ادور. في عندي معلومات يعني بقدر اروح ادور عليه. بينما الاسئلة الاسيميلياتور شو بيفرق عنهم? الاسيميلياتور بيسمع. بيكون يسمع اثناء تقديم بس متردد انه يجرب كيف يستخدم الدفايس. يعني قدام الصيدة لاني. بيفرق كثير عنهم. بينما الكنفيرجر والاكوميدياتور ما بدهم يجربوا اصلا. اذا ما طلب منهم الصيدة لاني ما بيجرب. ما بيقول له والله ايش رايك اجرب كيف هادا الدفايس يمستخدموا قدامك. هدول مش وصل له هاي المرحلة. لهم الكنفيرجر والاكوميدياتور. تمام? بينما الاسيميلياتور ممكن ممكن. ممكن يكون بده يجرب بس متردد شوي. لانه والله حاب يفهم اكثر عالصيدة لاني. تمام? لا بتجرب بس بجوز يقاطع الصيدة لاني كمان. ويساوي ويقول له لا يعني شو رايك انا? انا فهمتك. فاحنا بدنا كل المرضى يكونوا اكتف لدرجة انهم دايفيرجر. مين اللي بيحدد? مين اللي بيخلي المريض دايفيرجر? ومين اللي بيخلي المريض اكوميدياتور? ممكن المريض بيكون مريض يكون عندك دايفيرجر وانت تتحوله الاكوميدياتور من خلال خطوة انت بتعمله. وهذا بصير خاص اذا كان اللي بتتعمل مع هلث كير. جاي يوخض من عندك هلاج وانت بتخطئ قدام. وابطل اذا بيكون بتحول لك انا زميلك اعطيني الدواء خليني اروح. تمام? هون بها الحالة انت كصيدلاني قدمت رعاية صيدلاني اكتشفت انه المريض يعني كان اكومودياتور ده كارف شو الاسباب? هل هو لانه هل لانك انت ما قدمت رعاية صيدلانية مزبوط? فهاي هاي هاي بدك يعني لتعلم. فاذا بتعمل مع يعني مع كل بتقدمنه اذا بتعمل للكيس تقدمها ايو ولا غير هيك من كون احنا ما ما منتعلم. كون احنا تعلمنا اشياء نظرية. انا نيجي نحكي عن شغلة مهمة الان اللي هي تمام? طيب. كان انابل الفارماسي تو اندرستاند انا بشكل انت يوم بتقدم رعاية صيدلانية اثناء تقديمك لرعاية صيدلانية ممكن المريض من خلال تفهم انه مش معك اصلا. انت بتحكي ببواد احنا بنحكيها والمريض ببواد. من خلال مش فاهم عليك. او ممكن المريض يكون يعني وهاي احسن حالة او شوي يحكي معك يقول لك والله انا مش فاهم عليك ممكن تعيد. بس لا تتوقع المريض يحكي لك زيك. انت اللي بدك تعرف انه المريض مركز او فاهم معك او لا. واذا ما حكيت يو هاف تو براكتس الكوميليكيشن. يو هاف تو براكتس النوينج. مش حكينا في الكوميليكيشن نوينج فيرسز دوينج. لازم تعمل دوينج للنوينج. علشان تقدر تميزها هالاشياء. طيب في عندي تقريبا انا المايرز بريج تايب انديكاتور. عملنا بروبوزل وعطانا فور او بوزنج بيرسوناليتي بريفرنسيز. احنا نحكي عنهم الان بالتفاصيل. يعني عكس بعضهم. انتروفيرجين اكستروفيرجين. انتوتيب سنسن. تنكينج فيلنج برسيفينج وجوجينج. طبعا هذول البيفرنسيز مش بلاك اندوايت يعني مش بيجيك المريض يا انتروفيرجين او اكستروفيرجين. بتكون في شغلة طاغية على هاي المريض. يعني مش بلاك اندوايت مش اشيه اجامدة. مش يعني المريض اذا كان يعني وخلص مش جوجينج بالمرة. فيه نسب متفاوتة. المريض نفسه بيتغير يوم تتعامل معه. تمام? طبعا مش ميجيك المريض انتروفيرجين فيه والله لازم يمشي عليها. يعني مش رجد ومش فكزد هاد اشياء. احنا لازم يكون فيها شوي فليكسابل. الهدف منها نتعلم الصفات اللي بتكون طاغية اكثر عند المريض من صفات ثانية. تمام? طيب. خلني نجي نحكي عنهم شوي. تمام? اذا بتحطه بغرفة اليوم بجوز نجنة ما هوش حدا فيها. فصير يحكي مع الحيطان. لانه هذا المريض يقول مع الحيط. صريح كما حاله فعلا. بينما الانتروفيرجين ممكن يضل يومين في الغرفة قاعد. هل هذا الاشي سلبي? لا. مش سلبي. هيك الناس مختلفين. في ناس بيحللوا يا انا زي ما حكيتي. ويعني ما بيتفاعلوا. مع انه عملية التحليل الباطني اذا بدك تحطيها سلبي وايجابي في ناس بيقول لك هذا الاشي سلبي. زي ما ردت عليك سوسا وقالت لك سلبي. هذا لازم يتفاعل. لانه اثناء التحليل. انا ممكن اعطيك سلبيات لهالاشي. طبعا في لها ايجابيات. ممكن يكونوا زي ما انت حكيتي هنا. لكن في سلبيات ممكن ياخذوا معين. يعملوا على الشخص اللي قدامهم بناءا على التحليل. لانه ما في فيدباك. تمام? الان انا يوم اجي اعمل معك communication. بناء على الشيء اللي بتحكيها ممكن افهم خطأ في communication. اذا ما بعطي فيدباك ما بتتصحح عندي المعلومات. فدائما لأي اشي فيه سلبيات وفي ايجابيات. ما تصير انا اطلق على هذا الاشي سلبي. انه هذا الشخص انتروبيرتد سلبي. احنا بدناش يكون المريض كثير اكستروبيرتد. وبدناش يكون المريض كثير انتروبيرتد. بس بدنا اياه اثنات اعطاء communication اقرب للاكستروبيرتد. بس ما بدناها كثير اكستروبيرتد. لانه الكثير اكستروبيرتد مش راح يسمع لي كمان. راح يظلوا يحكي صاح ولا لا? يوم نيجي نحكي عن هاي الصفات المتضادة بالم بي تي. احنا قاعدين نحكي عن عن اشياء متعاكسات تمام? المريض بشكل عام ما بيجي والله كلاسيكال انتروبيرتد. ما فيش عنده ولا انيرجي. لو كان فعلا زي هيك انت بتقدرش تحكي معاه. احنا اذا كان مريضة كثير انتروبيرتد ان هيك تتحولوا لاكستروبيرتد. تحولوا لاكستروبيرتد مش تحول الشخص. خلي يعطيك فيدباك. تمام? يعني دكتور اكستروبيرتد زي دايفيرجر اللي كيكون متشعر. يعني كان يقضع علينا المعلومات هما خليوني وصلوا له بشكل صح. من كتر ما بيحكي يعني. السؤالك مهم جدا. الاكستروبيرتد ار مور دايفيرجر ار مور دايفيرجر ار مور يقدر نجرب. طيب يا جماعة علشان بس اعيد علشان بس علشان ايش اللي حكاها حمزة بس علشان احاول اعمل للاشياء. المرء البي. البيشنت يوم يجي عندك يكون انتروبيرتد. هذا على الاغلب في عملية الفيدباك هاي اللي بدي اياها. بيكون لس لايك لانه يعطيك فيدباك دورين كونسلين. الان هل منقدر احنا نحكي عن انتروبيرتد. مثلا هذا ولا هذا ولا هذا ما منقدر نحدد. بس منقدر نحكي جملة واحدة. تمام? لانه هذا مش راح يعطيك متذكرينهم حكيان عن ومش عارفين ليسألني عن قضية بعرفش اذا محاضرة الاحد او الاثنين. في عندهم انيرجي. في عندهم انيرجي فرم اوتسايد. فدي ار مور اكستروبيرتد. تمام? they try to draw انيرجي فرم اثر بيبل. من الناس اللي موجودين. فالمريض اللي بيكون عنده اكثر اكستروبيرتد. تمام? هذا الانيرجي تبعته اللي بيستخدمها من الناس اللي حوله. فاحنا بدنا المريض نحوله انه يصير يتفاعل اكثر مع الناس اللي حوله. هذا التاركت تبعنا. فاللي بيميزنا شغلتين. هل هو ليسلايك لديو لقي فيدباك? وليش? ليسلايك لانه بشكل عام المريض الانيرجي بيكون يعني هو بشكل عام ما بيحتاج الناس الثانين عشان يعمل انيرجي. بينما الاكستروبيرتد هو بيعتمد عن الناس الثانين عشان تدرو انيرجي. فهذا على اغلب بيعطيك فيدباك اكثر. فاحنا بدنا نخلي الانيرجي يتفاعل مع الناس اكثر. حوله لأكستروبيرتد عشان يعطيني فيدباك في الكمنيكيشن. تمام? فاذا انا مريض اجيت عندك كتوم. ممكن انا كصيدلاني ادخل عليك كتوم. بدي اشوف ايش اللي عندك انت كصيدلاني. هل تعطيني تريتمنت صحيحة او لا? اذا عملت اشي غلط ممكن اتحول لأكستروبيرتد بها الحالة. او اقول لك انه انت اللي بتعمل مش مزبوط. طبعاً بينك وبين الفارماسيس مش قدام المرضى او قدام زميله. لانه العملية التصحيح بتكون مش هدف انه انا صح وانت غلط. عشان عشان الفارماسيتيك الكير اللي تعطيها للمريض. تمام? طيب. عندك سؤالي حمزة عليه حاولت عمل بعرف شده وصلت. تمام دكتور. لانا يعني شبهت يعني قدرت اني اميز بين الاثنين لانه الدور بشكل اساسي اللي فهمته راح يكون على الفارماسيس. انه مهما كان المريض سواء كان اه اه كتوم او مش كتوم لازم احنا يعني نتفهم المريض ونعرف كيف نتعامل معه ولا حتى نعطي مع فول كومنيكيشن. هذا الهدف. وهذا الهدف بالنهاية هاي الاوتكم. لانه انت كفارماسيس ممكن نفسك تكون لكن اثناء تقديم الرعاية الصيدلانية لازم تكون هذا الاشي اللي انا بدي احكيه. يعني ممكن انا اكون طبيعتي لكن يوم اعطي المحاضرة مجبر اكون بزبوطش اكون انا والله بدي اجي اسمع منكم ومعطيش انا معلومة. مزبوط ولا لا? فالان هاي كخصائص المريض نفسه بيجيك ممكن في الثنتين. يعني انا هذا الاشي اللي انا بعترض عليه. يوم يوم نيجي نحكي والله في شخص باطني وفي شخص ظاهري. ما في الشخص عنده خصائص باطنية وعنده خصائص ظاهرية. لكن فيها شابة تكون طاغية. اذا امننا انه هذا والله. مش راح يتفعل مع مع الاطفال في المدرسة. معناته هذا في عنده مشكلة. الان هذا الاشي اللي احنا اختلفت القضية وان صارت احنا بنحكي عا بنحكي عا ما بنحكي عاليش النورمال في علم النفس. فعشان هيك انا رصدت انه نكون اي مصطلح في اشياء له سلبية. اذا في اشياء له سلبية معناته هذا تمام? يعني هي قضية ثانية. احنا بنحكي عالاشياء النورمال في علم النفس. طيب نيجي نحكي على ونيجي نحكي عال الانتويتف. البريطان بيحكي لك القط فعليا ما ما بتحس من القط طبعتك. هدو اللي بفكره اكثر في المستقبل. شو يعني هذا الكلام? السنسن. they are very good in gathering detailed information. and they rely in fact. تتوقع احنا كفارماسيست كالتكير. we are sensing ولا انتويتف? الانتويتف. we are sensing. تمام? بينما الانتويتف. they are good at seeing relationship and pattern. focus on grasping possibilities. مين هذول? social sciences. علم النفس في العلوم الغير طبية. they are more intuitive. we healthcare provider are more sensing. تمام? اذا شفت انت المريض اللي قدامك بيتعامل مع الاشياء الانتويتف اكثر. بدك تحاول تسحبوا الاشياء اللي more rely on fact. تمام? لانه انت كهيلف كير you are providing pharmaceutical care evidence based based on fact. لانه المريض اللي اللي بيعمل ممكن يعمل مع اشياء مش موجودة. ما عليها evidence. فبيهمني ان المريض يكون more sensing اكثر من الانتويتف. فيما يتعلق بادويته. بالرعاية الصيدلانية اللي انت بتقدمها الى. تمام? thinking and feeling. thinking individual make decision logical analytical objective man in the objective manner. prefer to use head over heart. we are more thinking individual than feeling individual. مين العاطفين? برضو. اللي بيدرسوا عدب انجليزي ولا? هذول اللي بيفكروا في الاشياء اللي اكثر يعني. طبعا ما بنقدر نعمل بس انا قاب بحكي عن تخصصات اجمالا. ممكن تعمل على الاشخاص اللي يعني بتخصصوا فيها. احنا بنفهم واحد زاد واحد يساوي اثنين. الان المرضى بشكل عام بفهموش هاد الاشي. المرضى معظمهم بيكونوا feeling individual. مش thinking. اللي اذا كان health care او مهندس. هون قدرتك عاد انت من خلال تجاوب ولا المعلومات تعرف انه هذا more feeling ولا more thinking. ماشي? اوكي. افوان. احسن. اه. كمان دكتور يعني الرجال بكونوا يعني كتير اقلانيين اكتر من يعني النساء بكونوا اكتر كمان feeling. يعني انساء العاطفة ولا اقلاني. هلا هذا gender differences بشكل عام. في حدا حكي ايشي مين? اه انا احكيت انه مو كتير ضروري لانه يعني ما ما كتير الى دخل بالجندر عين اشبه. هذا برضو من. اهنا هنا هنا. الكلام اللي بتحكي مع احترامي. الا 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 كتير معروفة يعني كتير. عشان ما يصيرش ديسكشن يا سوسن. الكلام اللي بتحكيها هنا مش افيدانس بيس. تمام? في في علم النفس الانساني الفيميل طبيعتها لازم تكون feeling اكثر. وهذا انا تميكاله في الاشي الطبيعي النورمال انها تكون feeling اكثر من thinking. مش هون سلبية لها. هذا مش اشي. هذا اشي بتعلق بالفزيولوجي تاع الوومن. تمام? اوكي. فهذا لا يعني اذا كانت مش عقلانية. تمام. تمام? بس عشان اوضح لك الاشي ما تاخدش الامور بالاا بالحدية هاي. بس زي ما حكت لك سوسن بالزبط. وهاي الطبيعة وهاي مش الان متى بتكون dis advantage. في decision making process. تمام? وهذا عليه evidence. شئتي اما بيتي. شئنا اما بينه. الميلز ار مور decision. بيعملوا مور decision اكثر من الفيميل. هاي طبيعة. لكن مثلا الفيميل. اكثر من الميل. بيعملوا ملتي تاكسك اكثر من الميل. وهاي برضو طبيعة. هاي advantage وهاي disadvantage. طبعا اذا الكلام بحكيه مش من كلام من رأيه الشخصي. لانه انا رأيه الشخصي ما بهمني اني اعطيه. انا بهمني الاشياء اللي بتكون مبنية على العلم. هيك العلم بيحكيه. تمام? وبتقدر الدورة على العيشة بتسميه حكيتها كثير ونزلوها تين فارما. تمام? بيحكي لك شو الفرق وشو شو الاشياء اللي بتكون في الفيميل في الاناتومي وبالبراين بتغير هاي الاشياء. بتخليها مور فيلنج اكثر. طبعا. نيجي نحكي عن اخر اشي. طبعا شو يعني هون نيجي نحكي هاي الشغلات شوية ام خلينا نحكي الها دخل في في الاشياء اللي الادارية اكثر. تطبيق على المريض. شو يعني بدناش ندخل كثير بس ايش يعني المريض جوجينج ومرير بيرسيفينج. انت كفارماسيست اجمالا. في حد ظلمائي موجود في المحاضرة. دكتور المفروض يكون ما بين البينين انه يكون شخص حاسم انه هو يعطي القرار النهائي. وشخص مدرك ومتفاهم يعني يعني يتقبل المريض يسمع منه كامل المعلومات. فالمفروض يكون هو ما بين الاثنين. ما هيها الاكثر لانه يكون جوجينج. طيب. الان انا اه احكي. دكتور هلا الشخص يعني انه ازا كان كوميونيتي فارماسي المفروض انه يكون يعني صدر ورحب ويكون مدرك ومتفاهم. بس ازا كان مثلا اطباء وهو شي يعني حاسم لازم يحكوا يعني متل ما بتحكي ابيض او اسول او الشخص كتير بحالة مثلا بتكون مثلا خطيرة او مثلا. يعني لازم يحكي انه هيك لازم نعمل خلص يعني لازم. طيب. بكون حاسم. بس. طيب احنا لازم احنا حكينا هاي الصفات موجودة عنا بشكل عام. اثنتين موجودات. متى ما يكون جوجينج ومتى ما يكون برسيبينج. الان في عنا اه 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 افرانسز about how we interact with the world around us. لان جوجينج وبرسيبينج. احنا كفارمسيج وي ار مور جوجينج. لانو احنا متى. وي ار مور ديسيزف. عنا الورجنايزد ابروش. وي ار ستركشورد. عشان هيك دائما يوم حكي عالكومينيكيشن. يو هف تو بي مور اه جوجينج على الانفورميشن. بس مش جوجينج على المريض. لانو كلمة جوج شوئية ممكن تأخذ باكثر من معنى. انا ما بديك تكون جوجينج على البرسون نفسه. على الاشياء اللي بتطلع منه. تمام? طبعا تيجي اكثر مع الورجنايزيشن البروسيس. تمام? مش وان تو وان. فهاي قضية يعني في علم النفس. بقول لك الجوجينج اكثر فوكس على الورجنايزيشن. يعني ايش الورجنايزيشن. على الوفر اول اوتكم للفارماسييتيكال كير. هاي معناها. اوفر اول اوتكم للفارماسيتيكال كير. اذا احنا منجي نطبقها في علم الكومينيكعل obraسيتيكال كير. هي يعني على الاوفر اول كام اللي اللي انت بتعملها الوبروسيتيكال كير. تمام? بيكون يعني أنا بدي إياكي تعمل لكن يعني يعني مين ضل حدا معي دانيا عبدالك تفكري بمثال شخص مترك بالنسبة للمريض ولا للصيد علاني لا يعني أثناء يعني علشان بس نوضحها كثير يعني ما ندخلش بأمثلة كثير الآن الصيد علاني يوم يكون يستمع للمريض بدي يكون ايش تمام يوم بدي يعطي للمريض لازم يكون بدي يكون لأنه هو بهم لكن يوم يكون يستمع للمريض بدي يكون تمام لا طمام طيب عندك عليها سؤال لا دكتور واضحة طيب هسا في عنا فيربال ونون فيربال كومينيكيشن بهمني أشياء مؤينة يعني احنا نحكي عنها احنا نسميها فارماسيس يجب أن يأخذ المريض لتأخذ المريض لتأخذ المريض لتأخذ المريض فعلشان يسمع هاي الأشياء ففي عنا أشياء احنا نسميها كل هاي الفايف أسس يوم دك تيجي تحكيها لأنه الآن انت بدك تطعط المعلومات من جهتك بس علشان يعني نرجع نركز عكلمة فس بيكينك تو بيهيت علشان الكمينيكيشن تكون افكتب ويشوت كونسيدر دل فايف أسس سنسير سيمبل شورت ان سامارايز هذولا فيري امبورتن از تفكت الباشنت الادهيرانس الكونوردنس والكمبليانس والأفرال ثرابيتك اوتكم معي يا دانا دانيا او دكتور لعط طيب وهاي الشغلة كثير مهمة في الكمينيكيشن الآن احنا طلعنا عن الخصائص اللي كنا نحكي عنها والميارز بريج انديكياتور تمام قاعدين نحكي على الكمينيكيشن بشكل عام الآن احنا عرفنا انواع المرضى نتعامل محهم صح فحكينا speaking to be heard علشان speaking to be heard في عنا 5 اس سنسير كيب كومينيكيشن سيمبل شورت سبيسيفيك ان سامرايز تمام طيب النقطة الثانية في عنا 2 تايف جنرالي ماشي الآن كلمة كلمة يعني انه انت مش بتسأل اسئلة مع الهداعي يعني ما بصير تسأل المريض مثلا قديش عمرك وما في فائد من المعلوم الى العمر تمام بدك تسأل الاسئلة اللي فيها فائدة هيا بيسموها تمام الآن الفارماسيس بشكل عام اثناء تأديت الرعاية الصيدلانية تمام بدي يستخدم لازم يكون ولازم يكون فهو اثناء ما بيكون بيحكي المريض بيكون بيكون مع المريض هو بيحكي لكن يوم بيعطي المعلومات بيكون تمام فاديو فارماسيس شود بي فليكسابل اجوست دير الاجوكيشن ستايل او الكوشينج ستايل اعتمادا على ماشي ماشي جنرال ليش لانه ما بدك تسأل المريض لانه ممكن يعطيك يعني اجابة وينهي عمل فانت بدك تكون ليش ما بصير تسأل في بداية لانه هذا الابروش الربوت اللي احنا بناياها اذا كنت انت المريض ممكن يبطل يحكي معك فبصير في بلوك للكومنيكيشن تمام اجراجي لاتناء تقديم الرعاية الصيدلانين حتى لو كان المريض نون اليك بدك تسأل ما تسأل او اول اشي هاي نوع من حكينا مش والله بتأخذ الدوء ولا ما بتأخذه لانه عملية الاجابة انه بتأخذ الدوء او لا ما بتكون مفيدة لك الصيدلاني تمام يعني بعد ما نمشي ممكن تسأل لكن هاي علشان نتأكد من المعلومة تكون بعدها بنعطي ايش يعني طب شو المشكلة اللي هندك يعني يعني علشان تحصل معلومة ومعظم يعني يعني انت كمان لازم تقدر تعطي لحالك وقت تعمل وما بتصير كمان تسأل اكثر من سؤال في نفس اللحظة اذا انت بتكون سريع جدا في اعطاء المعلومات للمريض او بتكون مستعجل ما بتعطي فرصة بتعمل فيها لا لدماغ عندك فانت في هاي الحال رح تخطئ وفي اشياء احنا ملغط فيها مرات نسأل السؤال المريض سؤالين من نفس اللحظة معك كذا طب يحكي لي شو بصير معك لا بدك تسأله هل عندك تستنى اجابته ما بصير تسأل سؤالين من نفس اللحظة لانه المريض رح تصير على ايش اجاب تمام ماشي تقدر جاوب على المريض اذا ما بتكون ما بتكون انت فاهم المريض شو بيحكي فعالاغلب رح تغلط فانت لازم تعمل الانشيطة اللي بتخليك يعني تستمع اكثر تستمع بحواسك تظهر للمريض انه انت بتستمع له نوع من مش المريض بيحكي معك بتكون مشغول بشغلة ثانية تمام طيب في انه كيف تكون بتعيد السؤال للمريض يعني انت بتبسط واحد اثنين ثلاث يعني واحد سأل سؤال بتقوله بالنسبة لسؤالك اللي حكيته بتعيده هاي معنى اللي هو الوصف شو الرفلكشن تبعا الان الان انت فهمت ممكن كاتك اتعقب على الموضوع تعطي تعطي يعني بشكل مبسط طبعا النقطة المهمة الان ماشي 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 الان في عنا يعني مسافة ايدي الفارماسيست لازم تكون بينه وبين المريض بين الفارماسيست والمريض ولازم اذا احنا منحكي على يعني منكون جالسين على لازم ايدينا كفارماسيست تكون فوق علشان يشعر المريض بالامان تمام طيب هاي انا بنزلها للطلاب اليوم ان شاء الله وهاي احنا منحكي عنها في عملية يعني المفروض احنا هاي تكون عندنا يوم نيجي نعمل هاي اخر اشي احنا منعتبرها يا دانيا بعدك معي صح عادت فارماسي طيب الان في عنا اه تشتليست هاي لازم بعد ما نعمل بروفايدنج ل اه الكممينيكيشن او الفارماسيتيكال كير مش قلتلكم انا لازم بعد كل مريض احنا منعطي الفارماسيتيكال كير نعمل ريفيو لانفسنا علشان نشوف انه احنا تعلمنا من هذا المريض ولا لا ولا بس اعطينا فارماسيتيكال كير تمام اول نقطة اي قادر اذا انت شفتك لنفسك وانت بتعطي الفارماسيتيكال كير صح بتحطي عليها صح اذا مش متأكد مية بالمية بديك تشوفي ايش الاشياء اللي انت عملتها خطأ علشان ما تعمل لها مرة ثانية النقطة الثانية لازم نستخدم بين هاي الاشياء يعني 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 ما بصير اسأل كثير اسئلة لان انا بداعطي وقت المريض يحكي كمان تمام بس مش بتصيح المريض يعني انت بتتعامل مع المريض حسب حسب يعني اذا المريض يلدر لي بدك ترفع الصوت بس ما تحسس انه ما بيسمع هاي الشغلات كثير مهمة تمام اخ النقطة قبل الاخيرة لازم تذر له انت بتعمل والنقطة الاخيرة مايتون عن بتكون و ويعني بالوورد اللي بنستخدمها تمام يعني يعني تتناغم مع الكلمات اللي احنا بنحكيها علشان عملية الفيربل والنفيربل بتكون كلها تعطينا المسج واحدة تمام اشتركوا في القناة